لحظة نادرة كهذه من الصعب لم يكن مستحيلاً أن يشهدها المرء أكثر من مرة لكنها حدثت بتبني جميع أعضاء مجلس الأمن وبدون عرقلة من إحدى الدول المالكة للفيتو قراراً يدعم خطة لإنهاء الحرب في سوريا وينص القرار على أن تبدأ في مطلع يناير مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة بشأن عملية انتقار سياسي الانتقال السياسي ولكي يتم يدعو القرار الأمم المتحدة لجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة لبدء مفاوضات رسمية بشكل عاجل لكن يبدو أن هذا القرار سيلاقي مصير الاتفاقات المتراكمة فوق الطاولة السورية فالعقدة الكبرى بين الفرقاء الدوليين لم تحل وهي مصير الأسد هناك خلافات بين أطراف المجتمع الدولي خصوصاً بشأن مصير بشار الأسد أما بالنسبة لروسيا فالصيغة التي خرج بها القرار تتماشى مع توجهتها تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وإجراء انتخابات في غضون ثمانية عشر شهراً تشمل جميع السوريين الذين تحقوا لهم المشاركة بالتالي سكت لافروف عما لم يذكر واحتفظ ضمنياً للأسد بمكان في مستقبل سوريا في تصريحه بشأن حرية الشعب السوري في الاختيار الشعب السوري هو الذي سيقرر مستقبله ويجب الوصول الاتفاق يمنع حدوث صدامات طائفية وإثنية كما أن القرار الدولي فرصة للمعارضة كي توحد أهدافها تزامناً مع العملية السياسية اشترت القرار وقفاً لإطلاق النار في سائر أنحاء سوريا باستثناء مناطق التنظيمات المتشددة وعلى رأسها داعش مع السماح بدخول المنظمات والمساعدة الإنسانية كما يشير القرار إلى أن وقف إطلاق النار لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد التنظيمات المتطرفة على غرار داعش وجبهة النصرة داعياً إلى القضاء على الملاذ الذي أقامته هذه التنظيمات في سوريا في إشارة إلى المناطق التي يسيطر عليها داعش ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر خيارات لإرساء آلية مراقبة وتحقق من تطبيق وقف إطلاق النار ولم يفوت مجلس الأمن قبل تبني القرار الترحيب في أسطره الأخيرة بجهود الأردن في حصر الجماعات الإرهابية رغم أنه لم يتم الإعلان عن اتفاق بشأن تلك القائمة حتى الآن ومع أن كثيرين تأملوا خيراً من هذا الإجماع الدولي النادر إلا أن آمالهم قد تتلاشى بعد تذكر لحظات إجماع مشابهة في جونيف وفيينا انتهت بمغادرة المجتمعين